اول حاجة كده نايت اوف كابس تادا نايت اوف كابس رومانسية هالهوا الحوت رومانسي وهادي وحابب احساسه رومانسية ده ويعني مستنفع دي حبه سوري ناسم حبه في حساسية كده ورقيق كده ويعني حاجة جانتي جانتي خالص اه اوف كابس كمان بصوا في المية الكبات اه دي بقى صحوت مشاعر بقى صحوت مشاعر بتتسحى كده ممكن تكون علاقه جديدة او طفل جديد دي علاقه جديدة الحوت اللي لسه مش اللي مش مرتدت الشهر ده بصوا انا انا متأكدة بإذن الله في حاجة. خلاص. في علاقة جديدة. الحوت اللي في علاقة يعني الحمدلله يعني كمان جات وعصافير بكتير وحاجة ما شاء الله ما فيش احلى من كده. اه شكل العلاقة دي يا جماعة الجديدة دي. اه. اخيرها احتفال مخطوبة بإذن الله. الحوت اللي مرتبطين فهم يعني ممكن يكونوا برضو هيحكفلوا بحاجة او فيه اجازة فرعين اجازة. طيب تعالي تعالي يا جديد. استنى 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 باي باي. في الشمس لسا بتقول لنا ان الحوت الشهر ده عندي مجاح. عنده سعادة الداخلية مش عارف سببها ايه. يعني هو ما يكونش في احدة بغيارة. هو ممكن يكونش في ايه حاجة تغيارك. وهو فعلا مش هكي تغيارك. يعني لكن هو عنده احساس بالسعادة. عنده احساس بالامان. وان الدنيا قدامه واضحة. مفيش عنده حاجة مستخبية. يعني كل الامور قدامه واضحة. ومبهجة كده ومستمتع بوقته ومستمتع بحياته. يعني حاجة بجد ما شاء الله. والحوت بقى يا سلام عليهم لما يستمتع. اه انا بنضم الكارت ده دلوقتي الحوت متوجه نحو الدين. حابب يقرب من ربنا. حابب يعمل شوية عبادات. اه يعني عايز عايز يعمل حاجة لربنا. بيطلع حاجات لله. عايز يعمل حاجة لربنا. اه وممكن يكون زواج. الحوت معاه مبلغ من المال. ومحتار يعمل في ايه? ان المبلغ ده قليل. وهو مش عارف يعمل دي ايه? لانه لسه ما وصلش لله هو محتاجه في محتار. اه لو دي الكيس استهمنا شوية يا حوت. وجمع معلومات وشوف اولويات تلك. او هوا من عايز يجيب حاجة ومعهش فلوسها. في ايضا من عايز يفكر هيدبرها منين? اه طيب. اه. في بقى حاجة لما بيكلم بقى بيدي يتكلم في شغل الحوت. اه من احيه مش عارف جانبان ما في امي بيها الزرش في الشغل بيتكلم بجد. اه بياخد قرارات اه مهمة وقرارات اه صارمة. يعني الحوت اه مسيطر في عمله. يعني هو دلوقتي في مرحلة الشغل المبني يبقى بنتكلم في الشغل. لا هو ما بيهزرش بقى في الشغل دلوقتي وبياخد قرارات مهمة. وزي ما انتم شايفين كده القادة بتاعته والبادي لانجوج بتاعته عاملة ازاي? لا مسيطر. مسيطر. تمام. فرص جديدة يحوت بجيلك وانت بتحسن استغلالها. كرت اصفر منور. كرت السحر. انت قادر يحوت انك تحول اي شيء مش حل لشيء جميل. اي شيء ملوش فايدة لحاجة لها فايدة. انت عندك التالنتين. اه وحتتميز في الموضوع ده جدا الشهر ده. وحتتدي تبداع الساحر. معاك عصر سحرية. معاك كل حاجة. معاك الكباية ومعاك العصر ومعاك السيف. معاك كل حاجة. خبر حلو بسم الله ما شاء الله. خبر حلو حيرفع من حالتك المعنوية جدا. واعد مسلميه بقى لك شوية. واللي هو ايه? بسس للسلامة كده ويعني فيش بعد كده. بسم الله ما شاء الله. عايز تقوم بخطوة. انتو كتبتوا ليه كده النهاردة. عايز تعمل خطوة بس الدعمات تفكر التويلة بتاعتها يا ترى هيحصل ايه? الكرت ده برضو بيقول لك جمع معلومات. جمع معلومات. يعني ما تتصرعش وجمع معلومات. بلاش احساس الفرحة اللي عندك والثقة بالنفس اللي عندك دي. تخليك تاخد خطوات متسرعة. ممكن تيجي معاك بالعكس. استنى شوي. مسائل تقول لي يا مونيرة اهلا بيكي. اهلا بيكي. حلخص القرية. الحوت فيه عنده احساس بالرومانسية. ما شاء الله. ويعني. لا احساسه مرهب. هو في الطبيعي بتاعه احساسه مرهب. بس ممكن احساسه مرهب بالزيادة شوية الوقت ده. آآ علاقة جديدة. ما شاء الله. آآ او ممكن يكون آآ مولود جديد للحوت. المهم انه بازمالله ما شاء الله فيه الحوت قلبه فرحان. من جواد فعلا فرحان. آآ وفيه احتفال كمان. آآ ده خطوبة للناس اللي لسه على وشك الخطوبة. العلاقة دي شكلها تقلب خطوبة. الناس اللي مرتبطين هيحتفنوا بحاجة او طلعين اجازة. فيه شمس الصحة ما شاء الله حلوة جدا يحوت الوقت ده. آآ وفيه نجاح وفيه سعادة وفيه امان بسم الله ما شاء الله. آآ فيه هنا التوجه نحو الدين. تقريبا الحوت بيشكر ربنا على الحاجات الحلوة اللي عملت دي له دي. وعايز يعمل حاجة ويشكر ربنا فابتدى يعمل عبادات. انا الاحساس ده جايلي ويقاله فترة فعلا ويعني عايز اعمل اي حاجة عايز اقول ربنا شكرا بجد. بس احنا بنقول شكرا طبعا بالحمد لله وبعبادات. فعن محتاج بيعايز يقرب من ربنا. فيه هنا مبلغ نالي انت محتار. يا اما تدبره من ايه? يا اما تعمل بيه ايه? استنى يا حوت وشوف اولوياتك. في الشغل ما شاء الله مسيطر. بتاخد قرارات مهمة. عقلك زهنك صاحي. يقذ. مفيش بعد كده يعني فيش حد يعدل عليك. وله ويبها بقى. والله يا بيت با يعني مش عارفة. ممكن المجموعة دي مش ماشية معي. تستاني شوي. الساحر فرص كتيرة بتديلك يحوت وانت قادر تستغيلها كلها. وتقلب اي حاجة ضدها بتقلبها لصالحك. آآ خبر حلو كان مستميل حوت وان شاء الله جايله الفترة دي حيزيد وسعادة وسيقل بالنفس. وآآ يعني الدنيا مش سايعة. بسم الله ما شاء الله. خطوة هو على وشك ان هو يعملها بس عمال بيفكر ايه التوابع بتاعتها آآ حتأثر عليه بايه? آآ يحوت جمع معلومات واستنى شوية. آآ يعني ده لاش تسأل قلبك لفترة دي لان قلبك ما شاء الله والحمد لله يا رب دايما سعيد. فحيصور لك دايما ان الدنيا حلوة قوي. آآ اعمل اعمل. عشان انت حالتك دلوقتي كويسة. آآ استنى لو انت علواش تاخد قرار مهم. آآ يعني تقنى شوية. تقنى شوية. انا شوتش اقرب الحلوة دي. باذن الله يا نطيفة. ممكن التورحنين ان شاء الله هنقل قريب جدا. سلمة انت الوحشاني جدا. وحوة زيك وهم انت وقرار ماشاء الله تحفظ جد. يا حجيب اتقل يا شايدين الحتان وحلواتهم. يعني جد قرار يا ربنا يعني. يا ربنا عبعت لكم كل حاجة شفتها بازن الله يا رب. باشكرك يا ام خالب جدا جدا. انا حتايا بتمنى اصرح ان شاء الله. لا بازن الله يا صهرة. بازن الله يا ربنا سبك. يا رب خليك يا مره. صحيح. تمام يا رمضان كويس جدا. الله الله. بسم الله ما شاء الله. في المدموع عثمان مقرأة جميع حاضر يا جهات بازن الله. الابنا انت حيشوفو دلوقتي اقتل حد عمل شير ومشاء الله حنقرأونا. ولكن انا باشكرك جدا يا خالد. شكرا 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 شكرا. بتاعي نشوف الحالة عاطفية مع اني يعني اا اعتقد انه الاغلبية من الحوت حالة هو كويسة بس تعال نشوف برضو الحالة عاطفية عشان يبقى غطينا. الحوت مظبوط. اكيد مش كل الناس بحالة الفضيعة دي. ايوة اهو اهو. 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 لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا حول ولا قوت الا بالله العليل العظيم. اهو. طيب. بصوا يا حوت. واضح ان القراءة دي اللي كانت العامة دي كانت للناس اللي في علاقة جيدة. فانتكلم مع الناس بقى اللي في علاقة قراءة. مشي. اللي عافو. اللي عافو حزي. مش باي قسمي. الحوت عايز ايه. اما خايف من شريكه. او هو اه خايف من حالة تخص شريكه. اه نفسه يتحرر يعني هو نفسه يتحرر. لا هو فعلا نفسه يتحرر. هو حاسس ان هو مربوط بسلاسل. مش عارف يبدعني الشريك. نحن ما كان بقى الشريك كويس او وحش فهو مش عارف يبدع عنه. اه وصل ان هو حاس ان هو قد من الشريكه ده ومش قادر يبدعني. اه بس يا حوت انت مش مربوط بسلاسل ولا حاجة. لو انت شايف ان العلاقة اه مش تمام بالنسبالك فانت ممكن تبعد على تكره عادي السلاسل المفتوكة. اه اه او ممكن يكون الحوت عنده حسد. اما هي مخاوف والحوت محتاج حاسس ان هو عايز يتحرك وياخد خطوة بس حاسس ان هم متكتفت ومتربط. اه او زي ما قلنا انه ممكن يكون في حسد. شايف شريكه ازاي? معرفش بيتكبر عليه. ممكن يكون بيتكبر عليه. شات نفسه عليه. اه لما بيعمل الحاجة بيعمل هالو وهو ايه? خد ما تقركنيش. عادي انه هو خد خلصني من ظنك. كأنك تشهت مني. فاهم قصلي? اه. الطاقة. الطاقة فيها جمود. حالة جمود. مفيش حركة. لا انت ولا شيك بتتحركوا. اه. الشريك عايز ايه? اه. الشريك اما ان هو لو فرضنا ان الشريك رجل فهو عايز الانسة بمعنى الانسة. اه. ممكن يكون عايز حمل تاني ان يدي بابي تاني. اه. ممكن يكون عايز حب غير مشروط يعني. بس انا اعتقد يا حوت ان انت بتلبي الحاجات دي كلها. اه. يمكن الشريك حسد ان هو مش مكتفي. ان اللي انت بتعمله ده بالنسباله مش كافي. اه. اه. نفسه في ايه? انا مش فاهمة هو ايه نفسه يملك العالم ولا ايه? ايه ايه الموضوع? يعني هو عايز قوة غير طبعية عايز يكون ليه عليك سيطرة وسلطة مطلقة. يعني ما فيهاش بدالي. شايفك ازاي? شايفك اه مركز في حاجة قوي قوي. محتمى بحاجة جميل جدا. ومهمل لحاجة تانية مش مديها نفس الاهتمام. يمكن ده يكون شريك. يعني انت يمكن تكون مركز بحاجة تانية حوت وهابل شريكك. راجع نفسك. يعني انا بفكر معك بصوط عايي. يمكن يكون ده. اه. هعمله ومركز بحاجة تانية. اللي بيحصل دلوقتي فيه طاقة ظلم. فيه حد وقع عليه ظلم. الحوت. اه. افكر ان الحوت اللي وقع عليه ظلم حس ان هو الظلم. اه. وان شريكه بيفتري عليه او اه. يعني ده تكلو. فيه حاجة مش مظبوطة يعني. بعدين شايفة حالة اعتمادة على النفس. اه. بمعنى انه اه. طبعا مش هاخد مش عايز تديني مش عايز منك مشاعر. خلاص. اه. شكرا. اه. او ممكن تكون اعتمادة على النفس حتى من حالة المادية. بعدين الموضوع هيبقى متقلب يعني طالع نازل. شوية يبقى كويس وشوية يبقى قويحش. طبعا دي مجموعة من الحوت. مش مش بطلة خالص. اه. شكرا يا ننوسة. مسيحة ببطي قوي على مسيحة الحدوية. اه. بس انا شايفة برضو ان فيه مجموعة الحالة العاطفية عمدها كويسة جدا بس اعتقد انا منك اكتر ان دول يكونوا علاقتهم جديدة. خلينا لخص الاريه بسرعة. الحوت محتاج يتحرق. عايز يبعد او عايز. حايز يعمل اي خطوة. هو خايف مش عارف ياخد اي خطوة. حاس ان هو متكتف بسلاسل. شايفش لقكم ازاي بيجب عليه. يعني مش بيقول مش بيزيلوا لحاجة بنفس. ومش يعني عارف لو خدوا خلاص وخلصني. الطابقة ما بينكم فيها جمود. حالة جمود. مفيش مفيش حركة حوالة. كل واحد سابقنا كان. ده صحة جديدة. على طول مع النطاز جديدة. ينتقدني على طول. لا 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 بقولك ايه ينتقدك على طول ده ده انا عادي. ده رجل مصري اصيل لازم ينتقدك. ما هيعمل ايه? هيساني اه او التحكم فيك مالة نهية يعني سيطرة غير طبيعية. شايفك ازاي شايفك مركز مع حاجة على حساب حاجة تانية. الحوت حاسس بظلم ووقع عليه ابتدى يعتمد على النفسه اه ماديا او او عاطفيا. اه بعدين في حالة عدم استقرار في العلاقة شوية. شوية كويسة وشوية ورشة. دي الحالة عاطفية بتاعة المجموعة الاولى. صح جدا. كلما اكسح وان وجوزي فيه جموط فعلا. تجد انحوط وحوط كده برضو. كده برضو يهبى نفس الموضوع. يعني اكيد في واحد فيه هو واقع في المنطقة دي. يا انجل بشكرك يروح قلبي انه وراني انت واهل الجزائر. يا حبيت يا شايمة رباني يخليك دعنيك اللي حلييني يا رواحي بس. مش اكتر من كده. يا فاتل مرسيح هي نتقلبي. بشكرك جدا. بصي انا مش حارفة اقولك اسمه اين. يعني انا اعملت نفسي في البيت اسمها ثلاثة. واسمه تجيبا اشقار رمادي. بس زي ما قلت لكم سوريا ولاية هنتكلم في حاجة بقصوص الصبغات. اللون بيتأثر باللون الاساسي بتحت. يعني لازم يبقى لون بتحت فاتح علشان تصيل الدرجة اللي انت بيجيليها بالزبط. جهاد انا بعمل فيكي. نفك الجمود ازاي. حلو السؤال ده يا ماها. تكلمك يا واحدك. حبيبتي يا ماها باشكرك. نفك الجمود ازاي. نفك الجمود ازاي. نفرفش. نفرفش شوية. يعني مش عارف اقولها لكم ازاي يعني نفرفش شوية. يعني حاول تنجل الدحكة يا جماعة. الدحكة لما بيقفل بيت الصراحة بيغير المود. يعني انا مقتنعة بحاجة ان حتى الامهات ما تسعيش انت تكوني ام اولادك مضاف ولادك صحيين. ولادك برياضيين. ولادك شوطار في المدرسة ولادك ولادك كليك واحدة عمالك. وكل ده بضغط بقى تضغطي على نفسي وبضغطي عيواتي عشان عايزاهم يبقوا perfect. بيتك زي الفل اكلك زي الفل. كل الحاجات دي زي فل كل حاجة stars stars stars. مش انت عامل مبهود رهيب. لكن مش سعيد. يعني بيقولك انا مثلا عندي انا كنت ماشي بالsystem درس الحمدلله زبطت من نفسي. المهم يكون البيت سعيد. مش لازم يكون نظيف. مش لازم الاكل يكون مامية. مش لازم الولاد تبقى مابطع الكتب. المهم يكون مهم يكونوا سعادة. فاتحكوا مع بعض. وخد الدنيا ببساطة. وانشروا البحجة كده في البيت هتبقى الدنيا والله هي احلى كتير. ما تريقيش نفسك اقصد انك توصلي لمرحلة الكمال في الزوجية او في الامومة. استعادي اسرتك بس دي دي هتكون احلى احلى بكتير وفيها ذكريات كمال ما بيكبروا ذكرياتها احلى بكتير. اه تعمل شو بقى المجموعة التانية. اهلا بك يا محمد نورنا. اهلا بك يا محمد نورنا. اهلا بك يا حياتي يا حياتي انا. انا يا ملوس. ما شارك بس كيه زي ما بيقوا علي احنا الاتنين من بره هو جاي. اه طيب من بره تكتفوا بقى. حاجة من بره هو اللي بيزعلك ولا حاجة. ربنا هنينكوا ببعض حبيبي. تكتفوا واقفوا واقفوا جنب بعض. ان شاء الله تعبدوا الموضوع ده. دي كله انا نصحكم فصانا لاستحنا بحسب كل حاجة وانتا. باشكري في يوم ميد وقوي قوي. طيب. يانا هنأكد بقى المجموعة تانية. انا منطبق عليها الاولى على فكرة. انا الاولى منطبق عليها جدا. اه المزوعة تانية تتدي من واحد لحد عشرة مارس. لا 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 ما صدقش. لا والله لا 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 لا. الحوت يا جماعة بصوا عمليا وفي الحياة يعني. لا بسم الله بسم الله ما شاء الله لقوة يا إبا جدا. زي المجموعة الاولى برضو فرص الحوت بيحول زي اللي قوله الرمل الذهب يعني حاجة ما حسبتش. عنده كمان طاقة من الثقة بالنفس. انا مش حاجة ما عرفش اعملها. بصوا الكلمة دي مفيش حاجة ما عرفش اعملها. ايد في الارض وايد في السماء. معايا كل حاجة. معايا وهاعرف استغل لكل الفرص اللي بجيلي لصالحي. ما شاء الله. خبر حلو برضو. خبر حلو للحوت. كان برضو مستنيه. حاجة حلوة كان مستنيها. في هنا عمل جديد للحوت الناس اللي ما بتشتغلش. في عمل جديد الناس اللي بتشتغل ممكن يكون عندها زي التدريب. او هيغيروا يروحوا من دي دوارتمنت دي دوارتمنت تانية. اه وشتلاح كده فيها ترقية. اه. او اللي شكلها فيها ترقية. في هنا علوه شأن للحوت بيعلى درجة. الناس بتهمينه. اه. 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 او شكلها فيها ترقية. او او الله يشكلها فيها ترقية. في هنا على شأن